مسلسلات ظاهرها كان شكل وباطنها كان شكل تاني يعني لما نيجي نتكلم عن حاجة من الحاجات اللي تصنى في لايت ولكن هي برضو كانت يعني مثلا أنا وانت وبابا في المشمش مثلا ظاهرها كان حاجة كوميدي خفيفة ولكن كان بيحط رسائل وبيحط أفكار وبيرصد اللي بيحصل في حاجة مهمة جدا ودي يعني ده أساس من أساسيات الدراما الكاتب وشخصية الكاتب وثقافة الكاتب هي اللي بتطغى عليه وهو بيكتب يعني مش معنى إنه هو بيكتب حاجة كوميدي إنه هو بيعمل نكة وإفهات ده هو دايما الكوميديا كوميديا سوداء يعني إيه يعني أنا عندي فيه زواهر لابد إن أنا بنتقدها بشكل ما داخل المجتمع أنا شايفة إنها سلبية ولكن في إطار كوميدي يعني في أنا وإنت وبابا في المشمش هو يصنف في الكوميديا ولكن في نفس الوقت لا ده هو بيحارب الفساد وعنده رموز مهمة جدا داخل هذا العمل بشكل كبير وأذكر إنه الفنان أو المخرج الكبير أستاذ محمد فاضل ربنا يدي له الصحة لما دخل هذا المسلسل يعني هو إيه بقول له أنت داخل معك كم حلقة قال لي 29 حلقة قبل التصوير وفي سامة مخلص لإيه 29 حلقة والحلقة الثلاثين كانت بتتكتب بس وعارف هو رايح فين لكن الأساس هنا أنت عارف الزواهر في سياق هو ميش سياق ما هو ده الأساس أن أنت بتقولي كل اللي أنت عايزاه ولكن الإطار بسمة بسمة